السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة نسألك يا مولانا البند الخون السريعلي لعند عكوسات وكم من فتاة عندها عكوسات وكم من اختي لنا وفتاة لنا كلهم بناتنا واخواتنا بنات الوطن عندهم عكوسات احنا على ابواب ابواب التامن من مارس اليوم العالمي للمرأة سيكون ان شاء الله تعالى يوم الاحد ونستحضر بهذه المناسبة الواقع دي الفتيات ودي البنات ودي النساء دينا جميعا خصوصا اللاواتي هنا في وضعية صعبة خصوصا اللاواتي ما عندهم سعد ما عندهم حض سعيد قد لقى عندهم العكوسات وعندهم الموانع لا زواج لا خدمة احتل عائلة لا تتامد عليها يضعف الحنان ويضعف التضامن والتكافل وقد لقى الانسان كتشعر الراسة بانها مثل الولقة الصفراء في مهب الرياح نقول يا رب يا كريم في هذه الساعة المباركة البند السعلي وجميع بناتنا وأخواتنا اللهم كلهن وليا منصرا نسألك اللهم يا رب أن ترفع عنهن العكوسات وترفع عنهن الموانع وتفتح لهن أبواب الفرج اللهم بحق قولك إنا فتحنا لك فتحا مبينة افتح لهن أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الفرج اللهم عجل لهن بالتيسير اللهم عجل لهن بالأفراح والمصرات اللهم ارزقهن الشابات لي ينتظرن الزواج ارزقهن اللهم يا كريم أزواجا صالحين اللهم ارزقهم درية طيبة والمتزوجات اللهم يا رحمن يا رحيم ألف بينهم وبين قلوب أزواجهم وارزقهم سعادة وسكينة واستقرارا وتفاهمة والمطلقات يا ربي عبدهن خيرا مما ضع عبدهن يا مولانا خير من ضع وأسعد الجميع بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نحن جميعا عندك ضيوف هذه الليلة فلا تخيب أملنا ولا ترد طلبنا ولا تدهب رجاءنا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله إلا سعم ومباركة والدير سيكوريبا الله يتقول لك العمر الله يحفظك الله إلا تقليك إن جنان إن شاء الله يربسي كوريبا يا ربي وجميع المسلمين والمسلمة سيدي علي معاك سيدي إسكا علي من مدينة يتبلال من مكالمة شتوكيت بها مشارفين أمولي تحية كبيرة لكل ساكنة شتوكا يتبها الله يتقول عمرك والدير سيكوريبا الله يحفظك الله كتير من المتالك إن شاء الله يرضي برك الله فيك أخياء سيكوريبا الله يخليك عندي واحد هذه المرض الصدافية شي حبوبها في الصحة ديالي الله 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 ومخليط لطبيب مخليط لفقية والدى السيكوريبا الله يجعل فيك البركة السيكوريبا الله يدير شفا في قلبك السيكوريبا تنطلب لك واحد الدعاء إن شاء الله يا ربي يا كريم وقولي ولي ذات السيكوريبا عندي واحد اللي بنت حتها يارسيكوريبا عندي 해야ś لا قوي ساة لجv لا لا حيلا الله الي جي يخص به هام بكاتر فضلية لا لا حيلا الله الله أزا زك بخير وود mille السيكوريبا إلى ما المستمعين يقول وأمين معي أرضيف عن دمار العشية لا الله 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 زي كبخير وودش سيكوريبا ر MI بقيتي لي لاkieилли spielen والله لااله يضعي اللهم امين اخويا حافظك الله صدعي شكرا لك اخويا شكرا لك بارك الله فيك وتحية كبيرة لساكنة شكايت بها هذا الاقليم المعروف بأناس دياله فيهم الايمان وفيهم اليقين وفيهم الحياة وفيهم حفظ القرآن وحب الاسلام وحب اللغة العربية رغم انهم امازيغ لكنهم يحبون العربية اكتر من العرب فتحية كبيرة لكل هذه الساكنة ودخونا سيديعلي لحظة كيف تكلم يقول لك انا ضيف عندكم السيد المستمعين هذا اخوكم سيديعلي وقال لك انا ضيف عندكم والمغاربة معروفين بانهم من شيامهم كرم الضيفة وحنا عنا نقول سيديعلي احنا وياك وهذا المستمعين جميعا احنا كلنا ضيوف هذه الليلة وهذا الساعة المباركة ضيوف على الرحمن وحنا عارف بان الله تعالى كريم الله تعالى جواد الله تعالى اذا اعطى ادهش وهو على كل شيء قدير وكل ما يقع لنا هو انما هو ربنا يتنزه في ملكه والصالحون من اهل الله ما كتلقاهم عندهم لا حزن ولا الم ولا شقاء ولا خوف ولا وجل بالحكس عندهم استقرار نفسي وعندهم شغف وكأن ما يرونه في الحياة من تقلبات مرة طالعة مرة نزلة كتب اليمحش مشهد سينمائي جميل يتابعون مرة تراجيديا مرة كوميديا مرة عطاء مرة منع مرة اكسيو فيلم جميل وتجدهم دائما مبشورين وعندهم اليقين انهم في رحمة الله بل وفي ضيافته نحن ضيوف عند الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير ره المريض ره ممكن يكون مريض مرض خطير عضال والاطباء يحتعون فيه ويقدر في ذكر الليلة ينام فتتنزل الرحمات الالهية والبركات الربانية ويشفع بامر الله ويقوم صباحا وكأنه لم يكن مريضا والله وبالله وتالله اقسم غير حانت يا ما رأيت اناس مثل هؤلاء عندهم امراض معضلة امراض خطيرة جدا واحتى انهم منهم من تسرب اليأسو الى قلبه ولكن حينما وطن نفسه وايقن بان له رب اسمه الكريم والقاهر فوق عباده ومرغ انفه في التراب ودعا ربه سبحانه وتعالى واناب جاءه الفرج من الرحمن ما هي الا ليلة وضحاها حتى شوفية وعوفية ما شاء الله اذكرهم الان كتير ناس عندهم سرطانات ناس عندهم ناس عندهم ناس عندهم اشكال بل من عندهم شلل والله عندهم شلل قاموا وقد جبر الله عظمهم وقد قوى الله شكيمتهم وربنا سبحانه وتعالى عظيم وجليل وكل ما يقع انما يتنزه في ملكه وهنيئا لأهل الايمان واليقين لان الله يعطيهم ويزيدهم ويضفع عليهم فاخواني الفضلاء الله يجزيكم بخير دلوح الفاتحة في هذه الساعة البركة هذه ليلة الجمعة امطار الخير تغمرون معنى ان الله عنا راض معنى ان ابواب السماء مفتوحة معنى ان كل دعاء يصعد حتى يخترق السماوات السبعة ويصل الى عرش الرحمن ويسجد بين يد الله ما يسجد ويتباث به الله تعالى بملائكته ثم يقول بعزتي وجلالي لا استجيبن لكم ولو بعد حين واندروا ح الفتحة لاخينا سديع علي وانحنا كامل معه ضيوف عند الرحمن فاللهم يا رب العالمين يا واحد يا احد يا فرد يا صمد نسألك اللهم بحق كل من ركع وسجد ونسألك اللهم ببركة من طاف حول البيت وقبل الحجر الاسعد هذا اخنا سعلي مريض وسقيم واحترى الاطباء في مرضه انت طبيبه وانت خالقه وانت بارئه وانت على كل شيء قدير سألناك يا مولانا يا خالقنا يا بارئنا باسمائك الحسنة وصفاتك العلا وبالطافك الخفية والشمائل المحمدية نسألك اللهم يا رب العالمين ان تعجل لاخنا علي بالشفاء اللهم بدله دما خيرا من دمه اللهم بدله دما خيرا من دمه وبدده اللهم إحساسا خرم إحساسه اللهم شافه وعافه اللهم طبه في الغيب طبه في المنام اللهم أسعده وأسعد جميع المرضى اللهم كل من كان مريد وكل من كان سقيم وكل من كان عليل في هذه الساعة المباركة أمطار الخير تعمنا وليلة الجمعة تحتضننا ونحن عبادك يا رب العالمين خاضعين لجلالك عجل بالفرج لكل المرضى ولكل من كان سقيم وعليل اللهم جبر العظام وقو الشكيمة اللهم وشافه من كل الأمراض النفسية والبدنية والروحية إنك على كل شيء قدير قولوا معنا آمين 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 يا رب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله